نادي براميز اللي هيلاعب الاسماعيل ما زالت مشكلة كابتن عبدالله السعيد قائمة حتى هذه اللحظة لحد ما انا بكلمكو المشكلة قائمة عبدالله خارج قائمة الفريق غدا امام نادي الاسماعيل برضا انا مش من الناس اللي بيحبوا يتكلموا على خنائات وخنائته مع مصطفى فاتحي والقصة والحدوتة الموضوع كده باختصار انه هو عبدالله طبعا كابتن التيم والكبير بتاع التيم فبيوجه مصطفى في الملعب فمصطفى بيزعل انا محدش يكلمني انا مش عارف ايه دخلوا قطوا اللبس فعبدالله زعل وتخانق وعلى صوته وانت تسمع الكلام مش تسمع الكلام الحدوتة القصة مصطفى ما عجبوش الكلام فعبدالله خد شنطته وروح ماشي ساب الفرقة ما بين الشوتين وراح ماشي فالادارة خصمت له مبلغ كبير جدا زي ما انا قلت لحضراتكو بعد كده عبدالله قاعد اليوم الاجازة ورجعت مرا لكنه العلاقة بينه وبنتكيس خلاص ما بقتش جيد خالص عشان بس حضراتكو تبقوا عارفين وامتدت الى الادارة وكله بيقولك احنا عايزين مصطفى فاتحي ده عارس انا عايزين نجدد له مصطفى طب انا اللي هي طلبات طب انا اللي هي قصة طب انا اللي هي حدوتة طب ده موضوع تاني خالص يعني لكن عبدالله السعيد مش موجود في القايمة هل هي عقوبة من النادي جايز هل هو عبدالله اللي رافض انه يبقى موجود مع الفرقة برضو جايز هل عبدالله بيفكر يمشي في يناير نعم نعم ايوة نعم عبدالله لو الوضع كما هو عليه بيفكر يمشي في يناير هل حدد وجهته ما حددش وجهته لكن نعم عبدالله السعيد بيفكر انه يرحل في يناير خلاص هو مش راضي هو مش مبسوط داخل نادي بيراميز هل هي تدخل صوت العقل وتنتهي المشكلة كل ده ورد